نظمة قوات المسلحة احتفالية لحصول معمل تحليل وإنتاج الزيوت الرئيسي التابع للإدارة الوقود بهيئة الإمداد والتموين لقوات المسلحة على شهادة نظام الجودة لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة تبقى للمواصفات الدولية من المجلس الوطني للاعتماد إيجاكا وألقى اللواء أرقان حرب أحمد الصفي رئيس هيئة الإمداد والتموين لقوات المسلحة كلمة أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة لقوات المسلحة على دعم كافة الأسلحة والإدارات التخصصية للوصول إلى أحدث النظم الفنية والقياسية العالمية تماشيا مع سياسة التطوير والتحديث الشاملة بالقوات المسلحة